نتمنى أنه حال الحالة البدنية اللي لكل عمال يشتكي منها واللي بتهدد لعبتنا في كل الأندية يكون الحال يا إما آني يا إما يعاجل يا آجل وليهم حرة القرار طيب العنوين الرياضية بقى هذا الأسبوع وتناولها لأحوال النادي الأهل ويتلاقوا بكأنه ما فيش مشكلة إلا في النادي الأهل ما فيش حد تاني ما حدش بيقدر يفتح بقه في اتجاهات أخرى لكن خلينا نقول موقع مصراوي قال شرطان اتحاد الكرة يدرس تقليص الأجانب في الموسم المقبل وقالوا أنه بيدرس اتحاد الكرة أنه يحق الكل نادي ضم خمس لعبين أجانب إلا أن اتحاد الكرة يفكر في تقليل هذا العدد إلى ثلاثة أو أربعة وبيدرس بعض الشروط للتعاقد مع اللعبين الأجانب أبرزها أن يكون اللعب شارك في عشر مباريات دولية على الأقل مع منتخب بلاده شرط آخر يفكر في اتحاد الكرة وهو وضع فئات مادية للتعاقد مع اللعبين الأجانب طبعا لا يسأل أو لا يفت وانت موجود أنا أقدر أحط اللعب الأجانب أنا بص بالنسبة لعدد سقف لقيمة السابقة اللي جاء من بره بص يا صدر زبر رحيم اللعب الأجانب كلها بتروح الشمال الأفريخي أرخص من اللي ما بجلنا إحنا بند رواتب هنا أكن هنا في أوروبا ليه؟ معرفش خلاص عرفوا أن فلوسنا سهلة فالوسطة والوكلة؟ في مدرب بياخد المرتبات اللي بياخدوها الأجانب عندنا؟ لا مافيش الأشقاء التوانس باهم بيجي لعبوا هنا أحسن بيروحوا أوروبا خلاص وضع من بقى اللعبة أسهل وأكسب ومش مطلوب منك حاجات كتير قاوة دي جاوم الناديين اللي بيين نفس الثقافة فأنا الأوان بقى مش بس الأجانب حط سقف لكل حاجة وطبق قبل السقف السلامة المالية والشفافية كل نادي يقول لي حيصرف كام وجابهم منين عشان لما ييجي يقول أنا هجيب فلان الفلان منين يا أستاذ وده حصل مع برشلونة وميسي يعني ده مش يعني بيطبق على أجعص الأندية وأجعص اللعيبة برشلونة ما عارفش يجيب ميسي حتى لو فيه دعم خارجي عشان يبقى ببرشلونة ما عارفش فاحنا المسألة دي أصبحت وأنا قلت رأيي مع الأستاذ أحمد موسى وأكرره أنا للتحاد الدولي ويضع هذه المعايير عايز يحمي كرة القدم من حكتين في مطال الخطورة المراهنات وغسيل الأموال لأن سالي جدا تقول عادلي ده يساوي عشرة مليون واحد تاني يقول لك لا ده يساوي خمسين مليون ويدفع فيه المبلغ ده ويبقى سعره ويبقى كده ويس بقى يروح شدد معه خمسين لعيب وهو في الحقيقة القيمة التسخير بتاعته ثلاثة مليون فأنت جيل التحاد قالك آه طب وماله بس أقولي بقى الفلوسك دي جاي منين فلو قلت فلوسك جاي منين دخلت في الضوابط فمش هتقدر تحط الأرقام الجزافية اللي بتتحط دي ده وصل لنا ومؤكد يكون وصل لنا احنا مش بمعزلنا عن العالم أشور على نمازج مقدرش أشور لك مش دوري أنا مش دوري حقق بس ليزبط لك الأداء حط معيار الشفافية المالية والسلامة المالية كل الأندية هتزبط